بكل وضوح بكل وضوح مع البروفيسور المامون مبارك دريبي بالإسم ديال الأب والأم ما شك يتصرفون أخرين راه الزواجة عيب الله راه ماشي واحد الحاجة السحرية يدخل سلحفات غي يبقى سلحفات بكل وضوح مجتمع تحت المجهار ما هي ريالة المالة عن نفسي؟ ريالة المالة عن نفسي هو الأب والأم من ثلاث سنين الفوق كان داوا نحكوا فولادنا راه زوجها كي يجي كيستهلكها هذا كل حق يياكلوا بشخصيته بقوة شخصيته بداكة يعني أي داكار أي أنت على وجه الأرض عنده رغبة باش يوصل العلم الله سبحانه وتعالى كيستر له بكل وضوح من 2 إلى 5 على ميد راديو مع البروفيسور مامون مبارك الدريبي بكل وضوح على إذاعة ميد راديو البرنامج اليومي تداء من الجوج تدروني إلى نقاط أنتم في السماعة الميد راديو لإدعال أقريبة منكم في حلقة جيدة من برنامجكم اليومي الاجتماعي بكل وضوح رفقة الكاتب والباحث فتح لنفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي أهلا بك بروفيسور مرحبا للسنة موضوعنا اليوم في بكل وضوح الهجرة القروية نحو الموضوع الكبرى وكن أعرف بروفيسور أنه كثير من المناطق القروية تعاني والسكان ديلها من العزلة ومن التهميش في غياب أبسط الظروف الصحية والمعيشية لحفظ الكرامة ديل الشخص من مكتر القروي على أنه يهاجر نحو الموضوع الكبرى يباش يبحث على مصدر ديل الرزق أو سع ولكن بروفيسور فيها مدارس وفيها مستوصفات اللي هي قريبة من انتدارات ديل هذيك الأوثار وأحياناً كيلقوا صعوبة أن ولداتهم ما تعرفوش كيفاش غاديكملوهم في القرية كالترى أنهم يوقفوا في البتدائي لأنه ماكينش جامعات ماكينش مدارس عليا فهد الهجرة أكيد على أنه عندها عواقب عندها تأتي لأنه بروفيسور شمنو تحليلك يعني لهد الظاهرة كيفاش منقلوا حلول نعكسوا الأمور وهد الأشخاص وهد الشباب اللي في القرى وفي المدى النقية يبقوا مش ابتين يعني كي يخدموا المنطقة ديالهم ما يتخلى وش عليها وما يهاجروش المدى الكبرى ويعيشوا مشاكل نفسية واجتماعية وقتصادية وبالأحرى يعيشوا في العشوائيات الدستور اللي وضع صاحب الجلالة المغرب الحديث الحمد لله فيه واحد الأمر مهم جداً هو تمركوز الجهوية ف عشن هو الاستراتيجية حول الجهوية فين هي الفائدة ديالها الفائدة ديالها أنها كتفرق الاستراتيجية ديال المغارب أو المغرب ما كتفقاش مرقزة فقط على واحد المدن الساحلية ولا واحد المدن الكبرى أو على واحد الجهات فرأيي خاص دائماً توقعه أنه تقدر توقع شي مشكلة الشخص اللي هو عنده استبصار وعنده تمعون في المستقبل معمره ما يقول العمزين والإنسان كيبني للسلم وكيوجد للسلم ولكن دائماً يتوقع لقدر لا توقع شحر فشنون يجعل المغاربة في الماضي واحتفل في العصر الحديث ينتصروا على الخصوم ديالهم الخاصية اللي عند المغاربة لأنهم كي يعرفوا الجغرافيات بلدهم مزيان وتيستغلوا الجغرافيات بلدهم مزيان أنا من الناس اللي كندرس التاريخ وكندرس الجغرافية وكندرس الجغرافية وكندرسها وكندرس العديد من تلاميذ الطلبة ما يحبوش هذه المواد شنو السبب ألاش تلاميذ الطلبة ما يحبوش هذه المواد لأن غيكاً نعطيهم معلومات سطحية على التاريخ الجغرافية ولكن لو بغيت تحبب الوحد الشاب أو شابة شنو هو التاريخ الجغرافية نحكيوا ليه كيفاش المغاربة انتصروا في معركة ود المخزين وكيفاش الاستراتيجية المغاربة والدكاء دياله المحنك يجعلهم يصنعوا كمين للخصوم اللي جايين بواحد الجيوش عرم رم لا بالعتاد ولا بالعدد والمغاربة استدرجوهم واحد المنطقة الجغرافية اللي هم عارفينها وعارفين شنو تكون فيها وغربوهم واحد سبعين في المئة بالمعيار الجغرافي فملي غتعاود كأستاذ ديال الاجتماعيات لحدات ديال معركة الودمخزين وتوري الجغرافية ديالمكان بالنسبة لي هي الشخص اللي كي يهتم بالسياسة وفقط كيف تكرغي في الحملة الانتخابية أنا النسبة لي هذك أمي ما عارفوا له لأن السياسة الحقيقية هي إحصائيات هي استراتيجيات واش عمرك شفتي شي حزب أولا شي جهة وضعت لنا خرائد المغرب على فترات زمنية كل عشر سنين تحط لنا خريطة خريطة فلاحية خريطة معدينية خريطة استثمارية طبعا نعرف العديد من الأطباء شيريجيان دونتيست جينيكولوج اللي هما قرابكوا يصبحوا في حالات إفلاس وش يعقل أنه طبيب جراح الأسنان مع الخاصة اللي كيعرف المغرب في هذا العلاج هذا كيعاني ديبا حاليا أطبات يعانيوا في الدار الوداء ولمودو الكبرى من الاختناق كيين صيادلة كيعانيوا من الاختناق لأنهما عندهمش خريطة استثمارية من اللي كان هو تقرأ قبل ما يتخرج قبل ما يتخرج يدار واحد المودول واحد السلك اللي اسمته الاستثمار الدكي ويكونوا في خرائط إلكترونية في مواقع اللي وراها ديباس دودوني اللي يشرفوا عليهم السيادنا الأكفاء وسيدتنا اللي عندهم الكفاءات اللي الحمد لله كان في الإدارة المغربية ولكن يخصوا مغيت شجعوا في خبار كدبا حاليا عندنا موظفين في الإدارة المغربية اللي ما كيدروا والو علاش لأن الرئيس ديالهم كينتابين واحد الحزب اللي ما 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 شنودا بها داك الموضة إطار كتخلص عليه الدولة إذا ما كي يخد الصالير كيتخلص ماندا وتيدخل بسي دياله ويدير مساكين ما عفشنو كيدير كالي كارتو وشنو كيدير لأن الرئيس المصلحة ما اهتمش به لأنه هو كان متقرب حب هو واحد الرأي يوديش دخله هو فهد طلبة هدو ما اللي غيكون هو في السلك نهائي دراسته وغادي يخرج وغادي يصبح مستثمير مقاويل او لا طبيب او لا موظف اللي عامل في بلاسه صبح تلقائيا كل شي كيتحرك تيجي هالدربدة كيتحرك تيجي هربات تنجا مراكش وكي ظروف هدو حتى منطقة قديرت هيك تستقطب واحد شوية ولكن لو كان عندنا خرائط اللي فيها الاستثمار الفلاحي الصغير الاستثمار الفلاحي المتوسط ويجتمعوا الغرف كاملين الغرفة التجارية والغرفة الفلاحية وغرفة ديال التقا والمعادين والغرف اللي تعنى بالحيرة التقليدية كلهم يجتمعوا ويعطيوا كل هدو الغرف تحت واحد البورتاي في الاعلامياز يعطيوا عدد المقاولات الصغير اللي عندهم في المنطقة ونسبة النمودي لها باش يخبروا المستثمار يقول لي ما تجيش هدو اللاصرة عمرا فيها كثيفة لأن المستثمار ما عارفش كي يسوون هو أحبابه وكي يزتريفون تعيط العمو عمي واشتوم عندكم تسمى في هذه المدينة كانش واحد ديال كورا تجاج تقول لي عمو ولا ولدي ما كانش ما عارفش رأى في المخطاط الحكومية رأى عشرة غيجيوا عمش جاي ما عارفش المخطاط اللي جيهوا ما عارفش المخطاط وعارفش المخطاط ما عارفش المخطاط اللي الحياة يا عارفش المخطط بتجاجد نعطيك مثلا ناخدها في منطقة بمنطقة في دربة قطاع التعليم الخاص اللي كتعول عليه الحكومة وكيعول عليه مغرب كامل فخبارك بأنه الأغلبية كيفشو الابتدائي بحل بفعين سبع كان خاص كبير في الليسي الليسي قلان والابتدائي بزاف فدبا هذك الابتدائي اللي بزاف عين سبع هل لاش مدروش مؤسسات ديال الليسي لأن الليسي فيه سانكسيون باقالوريا أما الابتدائي ما فيش سانكسيون ديال ديال انتحانات كبيرة غير جيهاوي فهنا واشدرت استراتيجي اللي تعود توازن الكفة أي واحد دبا بغي يستثمر في التعليم كيمشي لأن عين سبع الحي محمدي منطقة كبيرة فيها كتفة سكانية تيكبليها البرنوسي وتيكبليها جهة المحمدية محمد زناتا مطقة كبيرة فيها الرود والأقسام الصغرى ديال البتت سكسيون وموين سكسيون كتير كيكبوا في البتدائي وهذه المؤسسة البتائية اللي كمديلة كبير هاتشي إحصائية تنادرتهم مع الأساتذة لأن احنا بحيتين كنمشيوا الأرض الواقع كندخلوا عد النيابة وناخدوا المؤسسة مؤسسة ومشوا نزوروها اللي بشي نقلبنا في الليسي قينا ما كنينش بزال هل يجبكين اكتضاد على الليسي الخرين كي يطلع دب المعارف ويطلعوا الاكتضاد فمنها درو دياليسي إليتيست ينصبح عندهم إمكانيات مادية كبيرة ولو تيديروا تاسل دراري وإلا هو ما عجبهم شي خرج بحاله لأنه مخصوم يحافظوا على هادك شوي هيدا ديال 100% ديال نسبة النجاح في بكالورية شو سبابها؟ سبابها رماشي هما كمؤسسات إليتيست لا لا، دعونهم شغلوا ماداك سبابها ما تأطراتش توزيع الجغرافي حول الاستثمار في مؤسسة من غير ابتدائي دب حدا المسؤولين ديال القطاع كامل للوزارة ولا النيابة ولا العمالة ولا الجامعة والوكل الحضرية ولا كل شي خصو يجيوا قولوا عندكوا لحتي دب التوزيع ديال الاستثمار ما مدروش فمن لي في جهة وسط الدار بيدا ما مقعدش المعلومة لو القال مستثمر اللي بغيي استثمر خاريطة غير المداليس الحورة بدا في الدار بيدا هافين مزعين لك خيش على العدد ديالهم لأن شو اللي كي يعطيك النجاح في الليسي هو لقرب لك الابتدائي وقرب لك الابتدائي وقرب لكي يعطيك النجاح لأنهم يطلعوا بحل بحل بشهريج عمرتي كوب في الأخرى يطلعوا دابا ولو كلهم يتحركوا بزاف في اللي كوليسي يتحركوا في سيدي معروف لماذا؟ لأن الأرض الماء بقى شوية فارغة وهو سيدي معروف وواحد ولده ساكن في عين سبع ما غير يوصل لك للسحور يخرج مع السيطة ما يوصل الثلاثة لحضاش فذا بلحتي هاد الدراسة ديال الخريطة المغربية ما بالعلاقة ديال الخاصية ديال المنطقة ونكونوا دكيين مخصصناش نخليوا المغرب ما اعتمد غيع لبعض المناطق لقد ظل الله وقعت شي حاجة عمر الإنسان ما يقول ما توقعش يوقع غير لقد ظل الله شي زنزان ولا شي حاجة ويتقاس هداك الخط المهم في المغرب العباد بنغيجي ما كيش لغولي مخصص يكون واحد دكاء ما هو السياسة اللي داروا الأمريكيين بالانترنت داروا احتمال أن بلادهم غاد تضرب قنبلة نووية داروا هاد الدراسة هادية في نهاية السبعينات اللي هو كيفاش تتوجد الانترنت راها هي استراتيجية اسكرية في الأول أنه المسؤولين دي الأمل الأمريكي قالوا إلى الدربات أمريكا بربعات الصواريخ نووية وتقسم الشمال على الجنوب والشرق على الغرب كيفاش غادي صبحوا المسؤولين الأمنيين غادي تحاوروا كيفاش غاوصوا المعلومات هم يوزعوا عوض ما يدروا الكاناليزاسيون عوض ما يخليوا هذا الشي مقنن غادي شامل جانوب هذا الخط شدو دروا شابة كم مع قدوم فرقة كتسمى للسخاتيجي انجرب العنقودية يعني غاوض درب لها انت أحبا في العنقود ولكن غيب قال العنقود عندهم يدوز للحب الخرى وخط قيسلين ثلاثة الحبات عندهم يدوز اشتيا دوروا انترنت فدبا أنا من الناس اللي كان على الأساتداء والحباب اللي كان أخذوا معاهم ويأخذوا معاهم دائما عندنا واحد المرجعية ديال واش موجودة المعلومة في الوقت المناسب ولا ما موجوداش المعلومة في الوقت المناسب المغرب الحالي عندنا واحد الأوراش كبيرة كتزايد ولكن ما عندناش المعلومة مثلا غيب دربي دها هما كي كيتكلموا على الخط التاني ديالتراموي دلوشي خاريطة وحطا في الانترنت فين غادي يكون الأوراش لانا كاي اللي بغي يرحل كاي اللي غي يشوف راسه غادي يحوط به الشانتي وبغي يوجد راسه يرحل كاي اللي بغي يحول بلاده من مؤسسة المؤسسة لاحطي ده بما غادي تشي معلومة غا تخرج حتى غايتعلقوا بلايك الصوفر وكاي باش كي يعجبوك نعتادر لكم هالإزعاج يو ديالاش ديروا نعتادر هالإزعاج قولنا نعتادر لكم على البلده اللي ما قدرناش نعطيه المعلومة بعام قبل لان المختطرة موجودة براك يدرسو فيه رات كلموا عليه في الصيف اللي فات واش كين شي واحد شافش معلومة حتوطفش موقع فانترنت حتى كي يحطوا اللي حفارة ودات حفر وتعتم جاي بصيارتك وتوقف قدام البلاكاوي ووقف لك واحد السيد وقل بسكي محضر رأيك يفرفر في الدوء وأخويا دوزوا من لهيه هذا هو المغريب دوزوا من لهيه أول الله في الجوالات ديالي في المناطق مثلا درت محاضرات في سوق السبت في اليوسوفية في مناطق ضواحي ديال مدينة القنيترا في عديد من المناطق الصغرى كيلقى الناس كيعانيهم الملل بحل المناطق الصوفية فيها ستين ألف نسمة واش عندهم مركب سينمائي في المستوى واش عندهم شي أنشطة ثقافية أسبوعية ما خشت نشط ثقافي يتحتكر فقط على الصيف ولا في المواسم أما رأي الناس عندهم عائلات أولادهم في غير ديهم أحنا أولادنا كنخرجهم جمعة وسط الحد نديهم عندنا في ضربدة فين ينشطوا فين يلعبهم وهم مساكن اللي يخدمين في هذوك المناطق وقاءوا ساكنين فيها تخيل لبا ولده باش كيحس منك يجي الضربدة تيقول لها بابا أنا بغيت نقع في ضربدة وإحنا كنعرفوا بأن الوالدين كأتروع لهم أولادهم صغر اللي غادي يدوز هو العطلة في ضربدة معه أولاد عمور يدخله وينبهر بالمدينة وتعشبه وينبغيش يرجع يبدأ يبكي فكتولي المرأة كتساند بنتها الصغيرة وولدها كتبت تقول الرجل اللي عتك سترشوف دير لنا شي حل فتنعرف العديد من الناس اللي كيخليوا نساء همونتهم في ضربدة وتيخدم هو في سوق السبت وتيخدم هذا تخيل الرجل دير لنا فيتغة يجيه فكيتر هو يشد السكان في سوق السبت ولا بشي منتقى بوحده باش يساري الأسبوع ويجي الخميس والجمع فعلاش منديروش هالتوزيع التقافي علاش علاش منديروش المدرسة ديال الحلقة المغربية مدرسة ديال السلك الفولكلوري المغربي ويدر واحد المرافق صغيرة في كل جهة وندخلوتها في الاستثمار متبقاش غي ترفيه يصبح دنام بيزنس بلو دخل فيه التقافي الترفيه ولكن كي دخل فلوس وتبشي المكاتب اللي تعطى لها هادي وندرسوا عاوتين هنا خريطة مغربية حول استثمار التقافي الترفيه اللي هو الانبسيسمون دي الوزير إيلا درنا كل منطقة فيها الاستثمار من أجل العمل والعيش ودرنا فيها التقافي الترفيهي كالضن بأن هذوك العائلات غادي يخلي منطقة دياله الكبر فيها وليده جدوده غادي غاديولي يجب دار ويدها زائر ويقولك تحنا رأي دنام احنا عندنا كالخرج وليدتنا عندنا مثلا مناطق في هالتلج دار فيها شي مدارس ديال الباتيناج تخيل بكو كل منطقة في هالتلج المغرب يدار فيها مدارس الدراسات الباتيناج ويبدأ الوالدين في الحمد لله في منطقهم عندهم رهات التلج كي يبقى مستمر واحد المدة ومالي هما غادي هذوك الوالدات يبدأوا احدهما يقولون الوالدات الخرين ديال الدربي ديال تنجاح نرى مدارس ديال تزحلوق وفي الامارات دارهم استيناعين وسط مركبات تجارية اشف الامارات داروا مركب تجاري وداروا وسط منه الأشياء الترفيهية ودخلوا باتينا جاقطيستيك وش الامارات الصهد اللي فيه نحن بحالة وهو ما قدروا وسط المراكز يديروا مركبات ف الاستراتيجية اللي نربحوا بها في في عشرين سنة جاية راه دائما يحتاجنا نستافدهم للعولمة العولمة كيف شرحت ماشي كيف كيظنوا بعض المتقاف المغربي انه شغول غيجي فترسلين الهوية أبدا العولمة هي طريقة تقنين تحريك المعلومة آآ سياديرا ماشي العولمة هي كتقنن المعلومة وتتحطها من وزارة ولا من إدارة وكتقول فرقها وتتفرق على مواقع وكتتفرق على ديباس دودوني وكتتفرق من اللي كيجي الشخص عنده انتقال دبا حتى الوزارة دينا راي عايشين هاد المشكين لا في وزارة تعليم ولا في وزارة الصحة ما عندهاش مشاكل ديلا واحد طبيبا ما بغاش تبقى في هاد المنطقة وبغاش مشي هاد المنطقة واحد معلم خدام في هاد علاش هما لان كل قاتم ماشي مسائل طرفية يا الله ما يحيد اوش السيدة ساكنة في هاد المنطقة في هاد المنطقة وفي هاد الفلاحة وفي هاد الخدرة رخيصة وعندها مسائل ترفيهية ثقافية الولادة وعيدة والله لغا تقول فين فين اما احنا لا درنا واحد لاكس مجيت احنا ندر نرقينهم ديول وبقى يعني نمتاب وكل شي جالسق عليه كل شي جالسق على لاكس طانجات داربيضة قريطرة جديدة وشوية الشاوية الورديغة بنسليمه المنطقة هذي وشوية اقادير وصوس مصدرعه وصافي وحبس نال غادي الجهويرا كيجي جهات رغيموته بجوه نال غا تفعع الجهوي على قدها على الجهة بحال داربيضة والضوحة ديالة غادي تقد عليها شجاة اخرى غا تولي جهة فالستطمار بالمالايير وجيها كيقتروليها با هذك الابيرفيزيو اتخذش سفة دا مقسمة ديك الساعة عامة تفرج لهجراش غايترا دا بحالي ان عدنا واحد انا فرحت من لي شفت صاحب الجنالة الله ينصرون صلى الله من اللي مشى للرشيدية وفعل هذك المخطط ديال تومور وشي يعقلك انك نستود التومور بالاطنان من جزائر تومس ونحن رأي بلاد التمر ده بدخل التوركي تخيل عافتي من اللي كتدوق التمر المغربية وخاصة الحقونة الرشيدية والله يلا الليلة شي تمر ديال الهبال علاج لانه ما مستوكيش مئة عام في تلاجة من خلاكيه الزهوة الكاميوس في تولك علاج لانه ما مستوكيه عام وعامه في تلاجة كتاكل فيها كتخرجون تيال بيت ديالك الصالون كايد يلعب فيه الهوة يصبح غدخس كديرو فذك الحلوة تيولي عجينة فلو يداروا الخرائط الجغرافية الاقتصادية بالمعلومة بالتجديد المعلومة ويدار الاشهار يعني مش فقط لانه المواطن ومستمروا الشاب معني بالأمر ما يدخل شو بوحده ولا انت خاص يدار الاشهار هذا غيدخل دور الإعلام دور الإعلام فكي يقول لي اللي كتزور مثلا المدينة الوسفية ستين الف لنسا مطبق الله وش عندهم شي مصرح صغير وش عندهم شي فرق مصرحية وهذه الممتلين المساكندة بعد نحنا كيموتوا بجوع في الدربي دون مناطق الكبرى تخيل كوي عارفوا بأنه كل المصاريح بزيف صغيرة ويبني مشي هو دير دروس يبقاش الممتل بحل بأستد فلان والأساتيد أحبار ودير التمتين يبقاش قاسه هو تسنة حتى يجي المصرح ديال الحل المحمادي والعام كله أمر على دبا كتظن واحد البرنامج دراكيين في فرنسا عنده نجاح كبير اللي هو بولا فرنسا هناك خوايا بطالون سنوات هو كي شكو اللي وراه؟ وراه لوسيخ كدي صولي وراه توبو غيخ اللي هو مجوج مؤسسات عرفتيش حركة خدم العام كله فباش هي تبقى تجدد المواد اللي عندها لا لوسيخ كدي صولي ولا توبو غيخ كي يديروا برنامج هامودي سبونسور برنامج كي يجيبوا الفرنسي اللي عندهم نتالون وتيهزوهم بكونترا وتيديهم اللي احنا كنا كنتم نتمنى وتكون بحل أرابس جو تالنت فخبارك الفرق ما بين هادو هادو برنامج بحل أرابس جو تالنت كيبدأت تصويت من البارح من البارح والملايين كتدخل ومعمرهم يعطوكش حل مليون دخله على الأقل يقف يشوف السيد ديالهم صوتوا العادات ديال كادا وكادا ودخل البرنامج لا دي ما كده شايفة فيها معمرة تكون عندهم فرنسا تصويت عشر دقائق اللي اخرض البرنامج لأن القانون داخل دمه معمرهم تيخليهم في بلادهم شي حاجة تسبق القانون القانون سبق الحادث احنا دير ما بغيتي مئة عام عاد القانون جيك ينهج اه 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 سلام عليكم ما حال عندك انت في القلية الاقتصادي مئة عام من عمسي اه اه غادي نقطروك ما غادي نقطروك انا لوبيا لوبيا قاسحة ما تقدش على الدراس ديالك اسمح لي انا غادي نقطر نهايه في الخلال المخلي هوا برنامج بحل بحل تصويت كي بدي عند واحد من البارح يومين تصويت ودولة فيها القانون عشر دقيق شون الفرق؟ احترام المواطن فا لو بغينا نفكروا انا هنا فين كان عادت بالنزل السياسة احنا فين بخاص منا معهم احنا فين ما كان حبهمش لان عندهم امكانية يدخلوا الاطور القارية ويحيدوا هادوك الببوش هادوك 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 ويدخل المغريف واحد ديناميكية تخيل نحن نوجد صاحب الجلالة كل عام ألف ألف اطار سياسي من غيز حقنا عمسي ألف في الاستراتيجية في الماركيتينج في الكميليكاسيون في الإعلاميات في الفن ألف أطرق الله مع الحنكة والدكة اللي عند شريف ها؟ من اللي غالي تتحط له ألف دكي وتخيل لابا مستفين ألف بابوش ماشي هالكوك لابس كل شي جلال باو ونعمسي واشنا عمسي وكاسول عمسي ومجدهيد المغريب باغي المجدهيدين انك يبقى فيها في قلبي من اللي كنمشي المناطق مؤخرا عفتي شابة ليوسفاش قالية قليك نحسو بأن المغربة مكيبغيونياش الله يوضيك كلي شكول لي قالها لك ويا الشابة هكا 15 العام 16 العام هكا تتعرق تقفو عليها في منسات المحاضرة أعمل الله يخليك حتى نحسو بغربة مكيبغيونياش الله يوضي شكول لي قالها لكم وقال لي ياملك نكون احنا مسافرين ولا نقول لهم احنا من يوسفية اه انتم من يوسفية اه قلت لي من يوسفية شنو فيها؟ فيها مغربة فيها لهوا مغريبي فيها تربة مغربية فيها دكاء مغربي ولكن قلت ليك ما انتم ما تحسو بالإحباط حيث ما عندكمش شيح ويجته هنا كنحيين ببادرة ديال لوسي باي لليدارتس برنامج ماتيل هذا كرحة من اسكيل زاروا مؤخرا في اليوسفية وتسجل فيه ألفين شاب يلا حلوه برنامج للدعم الكفاءات والدعم النفسي اللي كتك نحلم به نشوف المغرب الحمد لله نشوفه مجاني المواطن ما يبشي لعند كوتش ولعند سيكولوج ولعند تيرابيات ولوالو كي يبشي المركز مدعمه مؤسسة مواطنة ومدعمينه كفاءات مغربية مشاركة مع مؤسسة دولية ألفين واحد تسجل بعد ما افتح المركز بأسبوع ألفين يعني لو درنا نحن بها المراكيز عممناها عممناها يعني شحامل الشاب غير يبقى تماما في منطقته وعود لي واحد المؤطير في المركز قال لي من هاد الفوج الأول تسجل عندنا جوج ربحوا في هادك المباراة دية الصناعة التقليدية جوج قال لي من عندنا قال لي من هاد الصنتر هذا جوج وداروا بهم دوره بسرعة الجميع المراكيزي الصناعة التقليدية في المغرب باش يشوفوا صناعة أخرى تخيدي بحنا عدم مناطق معروفة بالصناعة النقرة اللي المعلمين راوم كيش ترفوه يموت هم وادفوا نقيرت هذيك هوا غايمشوا هذي بدون تطرو نجيبو نصاره ونجيبو من بره باش ينقشل النقرة علم من نحنا في خبارك بأنا المغرب المصدرين الكبار في المارو كي ننغيو في الديزاين دولوكس دولوكس في خبارك ما كيشي بارفور في العالم اللي ما كيسو تراتيش اللي ما هو كي نغيو إلا في المغرب ما قدوش نوزع هاد الخاصية على الجهات على حسب الحيرف اللي عنا دب احنا عدنا معلمين ديال ديال فخار فأس في وفسلق ديال الهبال ديال الهبال علم الفخار كينغاف أس في وفسلق ما كيش فخار فقندخور اشتيلة قدرنا ندره خرائط خريطة جغرافية خريطة اقتصادية خريطة رأس مالية وكين شركات المواطنة موجودين مغاربة خصوا مغلي يوريهم الشافافي يقولي مودي راه السند ديالكم والمساعدة ديالكم ما غا تمشيش احنا منك يتصل بنا شي شخص يقولك انا بغي نساعد واحد المستمع ولا تنقول اعطينا احنا تنقول يسير اخويا تتصل بالإدعاء وانتو مالله جدلكم درتون جمعية درتون جمعية احنا اخويا واسيط ما نشده من عند حد ما عدو لحد ولكن نشده الطالب ديال هذا ونوصله للاخر فإلا قدرنا في هذا عشرة نوضعو هاد خرائط هدي يقولي والطالبات يدرسوهم وهم في البكالورية واش دخنعك بالله المستوى التقافي بغي يطلعش عوض ما يبقى هو يشوف كتاب جامد يكدوين عليها في الأوبوك كتاب جامد مزيان يكون الكتاب ولكن يكون حدها موقع انترنت يكون حدها بازدوني ويقول له الأستاذ يلا هدروا لي بحث فين المناطق اللي عرفت نمو في السنتين في الاستثمار ديال كذا وكذا وكذا طالب يدخل الوردينتور ديرهم يدر بحث وغادي يبقى هادوك المدارس يصبحوا لنا شبه مكاتب التحليل ومختبرات التحليل لأن فيها عقول ديالشباب وعقلهم صغير يحلل بسرعة والعداد كتير الحمد لله تخيل ضيعتوك لزاقريغا اللي هم واحد اللي يضوني اناليزي ويطلعو هاد لزاقريغا ويتدرسوه ويتحلوه عفتش من استراتيجيات اللي عندنا ولا ولكن دب احنا راب بحالش واحد اعطاه الله الحوت ومالقفهش يجمعه هز بيده هز في كمامه هز في جلابته عايت البناته عايت الولاد عمه هزه في الخر بقى الحوت شايت كي يقول في الطائر بحالكو احنا شوية اليوم كانت تكلموا على الهجرة قروية نحو المدول الكبرى غاديمشوا يا بروفاسور لاستقبل مكلمات لهاتفية وغاديمفتحوا بأول مكلمة معنا معنا نورا من أسفي وتحيي الكل أو فينا بأسفي اللي كيسمعونا وكيسمعوا الميد غاديو على الموجة تسعين نقطة ثلاثة ألو نورا ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الله يبرك فيك لا باس لا لا مرحبا لله الحد لله ألو اللي اسمعت صوتك اليوم ونحنشوا واحد إلا كان عكسان لا إله إلا أحبكم الله ورسول واختي ما أحبكم الله ورسول أنا مكلمة أسفي عندي واحد المشكلة وصعب بذلك عندي واحد القصة طويلة مهم تفضل وأنا فقط الأمر في الحياة كلها وبقى عندي نافدة اللي كان أمري أن ندخلها شوي الأكسجين هي ندراتي ونتاخل يدريدي يا إلهي الله تفضل أختي تفضل انا قدرنا تفضل أختي أنا قدرنا تفضل أختي ونشيت القصة طويلة قليلا اختصرت في حتياته ولكن ما قدرت أن أعودها في قليل من الساعة ولكن لم أتحدث أن تفضل أختي تفضل أختي أعتبرني على خاصة سأعطيك رسالة الإيميل وبعث لي الإيميل واحد في المكسبة عندي تصل بك لا أنا في العربية لا أعلم عندك تليفون أعلم غيف تليفون رسلينا الموضوع وغادي وغايتصل بك شي واحد مرحبا وخا أنا عندي نردك ورسل لنا غيف تليفون يعني كي يستعب كل مرة نحصل لهم فعلا آآ غادي ناخدو نرجعك لستنداغة نورا خليك معنا وغادي ناخدو مكلمة أخرى معنا ليلى من أقادير وتحييل كل أوفي أنا بأقادير كي يسمعونا على الموجة تسعود وثمانين نقطة ثلاثة بأقادير والنواحي ألو ليلى ألو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله بارك الله وفيك مرحبك لابات اختي مرحبا لله بارف كبير لأني نظر معك بيوم مرحب حصلين الشرف اختي جميع بارك الله وفيك اختي آآ بطغير نظر معك على الرجل سيالي لكن ممكن متفضل اختي تفضل مرحبا للمساكلات ديالي أني فيه شك بسات ماذا حال في عمرك؟ ثلاثين عام كيش يريدت؟ نعم لدي جولدات من امتى بدأت تكفيك؟ آآ مؤخرا ولكن في الأول من الأول جزوى الجنة كنت يرى فيها السيق على واحد درجة ما تخيلش كنت يا دكتور يعني واحد الإنسان طيقة فيه ما كان مسؤولا أنني كنت مشيت لما نلجيت إلى التحاجة وبقيت هكك هكك ومن بعد كتشفت أنه على اتصال بشمرة بحالش على اتصال بشمرة يعني كنت يشاطي معها ايه كنت يشاطي معها والمشكلة ما بطح في الأخت اليالي أختك هي اللي كيشاطي معها؟ ايه وما عارف وكيشاطي معها وبقى كيشاطي من يلا تدوج به ما كان عنده اتحاجة يعني كان عادي ما عنده شلف بزاة ما عنده ألو من بعد كنت تدوجه نقفنا على المدة وكنت كنش رجعه ديما ديما كنش رجعه وفي أحد المدة خرج من الأخنادي وكتلي ما تدقاش بحالك بقى كيزيل الدار كيبقى غين إن يعزوا كيفكار كتلي ما تدقاش بك ديما دي كيكون قوي بتدليه مستوى ديما تako النبو دياله طالة يعني قارية مزيئة من اللي عنده الشي خدمة مزيئة ولا حدش مستوى. مهم. وصوف يبقى اشاطه معها كي عرض عليها كيوري اتصور دياله كيقول لها انك خدم كده وكده وصال يرديه كده وكده ومع الشمائية. وهو على اساس اه بغيت زوجها ولا شنو? لا غير باش يخرج معها بطاقة معها بقى كيقول لها انتلاقها وانديرو. سوف يبقى بحلاكة وبنبعد لازاليام. مهم. مهم. من بعد الاختي قلت لي يا رأس انتها شكي نشكي. وفي تحتي مع هل موضوع? ما رجلك? نعم تحسو مع هذيك الساعة. يعني هذي كان هضرينيك راه مدة طويلة هذي باش ترى ذاك شي اصدد. مهم. ومن بعد هذيك فوت هالي. بقيت جيدك لانا صافي ما بقيت هذي نبقى عايشة معك وعد عيني مساعة. وابقك يطلبني وكيد كي لا انتي عديد زالية وغير بقى معيه وعصة كده. صافي قلت ماشي مشكلة فوتها ديك. من بعد كان قد زر ديليم يصر جلسة سيليكون دي رأمني كان تقول لك يقول لي لنا حقاتك غير واحد سيديك نعط لها. كان قل ماشي مشكلة دكتور. كان قل ماشي مشكلة كان فوتك شي. من بعد واحد سيدي كنت حامل ابو الدي التاني. درجت واحد سيدي واحد ما رجمعت وقاط عليه في الغضاء. وكان عناها ووقت الغضاء. نفقت في الغضاء رج ما وصل لانا شمت لانا بغيتي ماشي كني بدر اللي بغتي. كسب لي فلا. أنا ما صدقتش. حالات طمت. ايوة. ماشي ما ما قسوق الوكتر واحد تصول ايك يا قليلة ما جاوب عايزة ديك را غير بهتلسقني واحدة. ماشي كت狼ة عن اغناء 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 كتاتري بحركة اللي عن جreating البوليس. سيدي من اخر سانة ماشي بحلقة بتديت ولدي هدك سازبكس كم فاشي والرمد اهه. وان عقوقي فعده الطمو بيديا وكانت سناعي. تلاش كابسناين قتلي كامت سنفهم. تلاش بين قو بينه قتلي عصيبه كان واحد جوغ في غيائي قتلي عارة كله ومدوزش هو في الضار نهار. كان من منتصبحته لجيء. قتلي عارة كان معي أنا يدوز معي. هو نكر. فهي خرج بقى كيه خاف مليات بضمتها. انا خافت من الشعر وكشمشي تديت ولا ندراته. وتبعني ويجان. يقول لي اللي احب هاديك السيدة غير معرفة واحد جارة غير بغير تلتقني تلتقن عباك وما مزوش. مم. وبنت عالتاني استاد قلت لكم معرفة يعني خلي على الكتب جال وانا عرف سيدك سعادة شكي كتب لي. مم. ولكن معي كنت حامل او دك سيكي صافي مش مشكلة خليني ندوز هالي. مم. وبقاك ومن بعد رجعوا اللي معين في يعني اللي بخير اه كعلاقته بيزوينة يقول لي انا كان شكرا قدم لاصديقاء ديالي وكان جير وكان جيد. مم. ما في ولكن في هذا الاواخر على الثاني. مم. ما بقى سكي عمر معانا نهائيا يعني في الضار يخرج معظمش ما يجي يحتل له احدا في الضار. مم. يتغضى. ويخرج. والله يدخل لبيتي في الضالتك ويخرج. مم. وقار يحتل السيد يعني. واخر لله نعطيك رأي في هذا الموضوع حاليا. نعطيك ليلا من اقادير. اه ناخدو مكلمة اخرى نسمي حساب خوفيستو. اه معنا مكلمة من الراشدية معنا حنان على الخط. اه لو حنان. السلام عليكم. وعلكم السلام ورحمة الله. اه كده لباس. لباس للا مرحبا اختي. الحمد لله. وغراك الله فيك. انا كان شكرك ززافة. لا شكرا على الواجيب. مرحبا لله. سمح لي بي اول مرة كان عيد. مرحبا اختي مع اخوتك. اه ابو تكتكتور اه اه بتمنك واحد نصيحة. ان شاء الله باني لا. ان شاء الله. انا رحل باني لنا عشرين سانع. اه. اه. او يالله بدي تحيتي زيالة تجوز. يالله تجوز. يالله تجوز. يالله تجوز. توقع الله. الله يكمل بخير. اه. اه. او بتكرار تلصيحة لكي. احافظ. بلنا حافظ على عرازين حافظ على الترازين. وابس تخدمني في حاجة اللي تلعيه باللافن. مرحبا لله. سواء الغزال هده. بسم الله تجوزيه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. لا. شكرا. لا شكرا لك. شكرا لك. مسافحة عنا على توصلك معنا من رشيدية. وتحييل كل اوفي انا بالرشيدية. اللي كيسمعوا الماعدة غاديو على المونجمية نقطة خمسة. اه. هاد. الزوجة الشابه. وهاد. المشكيل يعني علاقات خارج مؤسسة الزاوش واحد الخبيرة أمريكية قمت بواحد دراسة مؤخرا حول لادكسيون ونفاق لإدمان على العلاقات بين واحد الرجل والنساء أو مرأة والرجال لادكسيون وكتختم تقرير ديالها بأنه من أصعب الإضطرابات التي يصعب العلاج ديالها وجعلها الصعوبة قد ترجع بأن التقافة الموحيط الاجتماعي إلى سندات هذا الإضطراب من شيء يصعب يستحيل العلاج دياله ف في التقافة التي صبحت رائجة في العديد من الدول ودخلت حتى للمغريب هو الاستيقامة وصيغة الحلال والحرام صبحت بالأمور اللي هي بحل عيب بحل شماتة وأحد اللي غيبقى مع غير ما أمرتوك بحل اللي كي نعتوه بشماتة واش أنت يا فلان بغيك مره جميلة وقد تحق عليك وتحم عليك وانت يا صاحبي بيرد ما كيقولوش لي نعم الرجول فلان اللي اللي تخاف الله بصورة الملك الذين يخشوا ربهم بالغيب تقول لهم الله كيعطيهم مغفيرة وأجر كبير ما معنى الذين يخشون ربهم بالغيب هو من ليس يكون بحده ما يشوفوا ولا صاحبه ولا مرته ولا إلا الباترون ديال ولا تتوحد يعرفو تكون بحده واحد شخص فوحد لا صارنا إياه في شي بانغالو في الجبل ولا في شي قنز وتتجيه فرصة في إنه يزني ما شوفوته واحد كينهوا والفرصة دياله جات تيقول في حقهم الله في صورة الملك الذين يخشوا ربهم بالغيب يعني في هذيك الوقت اللي تواحد ما شافهم تيقولهم راه كيشوف فيه هو راه ربي كيشوف فيه وكيرجعوا له يخشون ربهم بالغيب كي يعطيهم الله مغفيرة وكيزيد الإضافة أجر كبير فهد السيغة هدي نصيحتي لهد الشاباء من بعد هده غير نفسر ليه شنو السبب أولا لابلسيون سكسوية أن الراجل كي حس بوحد واحد القوة واحد الاندفاع إلى النكاح بوحد شكل متعدد لابلسيون سكسوية وراها كاما الخوف هذا كالراجل خواف وهو رمكيش لم يخواف لابلسيون سكسوية غير الفرق ما بين الشجاع والجابان أن الشجاع والجابان رابجوغ يخافوا غير الجابان الخوف دياله غاديج عنه نضعتر ويهرب ويتخبف الشراب ويتخبف العشيش ويتخبف شي حواج والشجاع كي يبقى في صباحته وتيتبت وتيزيد ولكن هو رهز في الاحشاء دير الخوف فالخبراء القوا بأن الهزة ديال النكاح وراها الخوف كي يكون إنسان ضد عنده ولد ولا ترقع في الخدمة دياله المسؤولية خايف لم يكون شقد المسؤولية أو لحق نجاح وما استوعبش النجاح كان هو غير طالب معاشه اللي شدوه في النهار يكفه بالليل وغضي عاود وشوي تقول لك أشيطه وعندو الفلوس في الحساب شويح تقول لك يقلب يستطمر في شي حواجة صغار يدير يشري بقيعة الأرض فاللي ما عندوش الرصيد التقافي والمعرفي باش يستوعب هاد التغييرات كي وقع عليه واحد الهزد الخوف كي ولي خايف من هاد الشي هاد اللي عندو وشنو تترى عليه يبغي تتبط رصو ماش كي يتبط رصو بهذيك الطاقة اللي فيه كي بي خرجها حيث هو الخوف كي يولدينو حيث تتطاق اللي غا تعطي كيف كي شرحو لذي ستخو فالليل جوج الانواع للانفجار يعي إما انهيار ستون امبلوزيون او لا انضطار ستون امبلوزيون كتخرج النواع الى خارج ستون امبلوزيون امبلوزيون هو انهيار النواع الداخلي كتنكمش وتنهار الجسم كله الى الداخل كتعطي امبلوزيون ففي كل حالتين سوين امبلوزيون سوين امبلوزيون كي ينطاقخ دم فالطاقة عندها الجوج للمنافج باش كتخرج عندها منفذ الابداء او اللي عندها منفذ استهلاك والاستهلاك اللي حركنا غيب واحد الحروف شوية قد يلقى ولها لك استهلاك واحد الحريفات غي واحد جوج كان اللي يعبوض الله على حرف شك تعنيه عند في العربية القرآنية اللي يعبوض الله على حرف هو اللي في جن بالحافة عطس ومش تصرى سوة كربعة في الحافة علش لانه كان في جن بالحافة لو كان كان باعقلو مكنش غدي بقى في جن بالحافة كان غدي بشي عمق في وصل الأرض ولكن كاي شي صوغع كي بغوو قلوك تساره في جن بالحافة غادي ما لقى فيني فيني عيش رومانسية هو وخاطبته وامرته في جن بالحافة جسد غادي بقى في جن بالحافة جسد غايع تساره مدت لها المشوار زلق طلبت قلبات على الرجل اللي تهبط فين راه لتحت في الصخر من المرس والتمر كبخي بغيت تساره وغادي لجن بالحافة ثم عندنا في الفكر الإسلامي واحد إشارات قوية في صورة البقرة وبغيت هذه السيدة تشوف شي خطات ويكتب لها أيضا في صورة البقرة الأياء 268 الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلة والله وسع العلي لاحظوا معي الله يجزيكم بخير تقولين الله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر يعني ما غيرتفكش معكم حتى يهبط لكم sold zero تقول لي ما عندك باش تشري ما عندك باش تاكل ولاحظ معي شوف شوف التعبير العربي القرآني ويأمركم بي الباء يعني اللي اقترف الفحشاء بايع إمارة الشيطان عليه فالفحشاء أداة لتمكين السلطة الشيطانية عليك لي ما اقترف الفحشاء ما يمكن السلطة الشيطانية تخضعه أما اللي اقترف الفحشاء ويأمركم بي تقول لنا المؤمنون يأمرون بالمعروف وركنت قلت لكم في هذه الحلقة مش يأمرون للمعروف يأمرون بالمعروف وما هو المعروف عند العراب هو الكرام والجود والمائدة وفعل الخير حتى صبحوا ناس كيسمي نفسهم أنها المنكر والأمر المعروف هز عصا وهز سيف وغادي كيضور في شوالع وكيضور في عبادلة راه الحكمة الحقيقية مش هي تضرب باش تأمر بالمعروف هو تجعل حالك وتجعل نفسك واللي بغي يتأكد من كلامي يشوف الحاديث اللي يضار ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدنا علي الوقت اللي غادي يعطيه اللواء غاي احطيه سيدنا علي اللواء دي المسلمين وغاي يوصيه وغاي يعطيه واحد النصائح سيروا سول العلماء وقول لهم اش من النصائح هنا كين نجوج البنيات كين البنية النفسية وكين تقاف فكرية روحية تفقدات ثم كين طريقة باش كتتعامل العديد من النساء وكتبخص نفسها يعني يا بخو في الثق شو نصيحتك مثلا الحالة جل الليلة من أقادير والحالة كتير المستمعات لك عن هذه المشكل اشتي كين واحد لبلاسا من تعدى حدود الله فقد ضالما نفسه حدود الله فين هي انه من لك تصبح اب وستصبح مسؤول على ولدات وعائلة من لك تكون عندك واحد دراسة المال غا تنفق على اولادك تشريد دوا وتوفر لهم شيء قراف من دراسة وتساعدهم وبتند واحد شخص وتضرب هذا كله هذا واحد الحد هنا صبر ملقاش صالح معا من كانوا صيب صبر هو لقدر الله واحد شخص من بليم سكين مشرب معا من اسلام أهلا رINA رحب مرحب أفضل لقدر كذلك أنا FE و لقدر ح каких و نعم أفضل 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 لستياء ماذا حال في عمرك؟ 24 عام خدمتي من قبل؟ نعم خدمتي؟ لا، قلت لستياء وقلت لستياء وقلت لستياء وكانت وزن في حالة ولكن لم أكنت وقلت لستياء لستياء ولم تزيد جيسون دونتوربريز تكلم لي على المحتوى ديرا ما قرأتي؟ قلت لستياء وقلت لستياء وقلت لستياء وطاقов وكيف تفرق اللي المتواجدين ومخصواتك؟ ذلك نعم 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 وكيف تعمل؟ نعم أمل أن تتعلم نعم تعمل ما قلت لستياء يستطيع التشاركات الغريق وتعليها تطورك هل حالك أو حالك؟ لا وعاق نترك قليلا كيف يحدث المنزل نعم نحن نتضب الكامل وكامل وكامل المترجم للقناة 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 مقول للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة باللوجيك فذا بالخير كل خير في الدكاء العاطفي نقطة الضعف دياله هذا الدكاء العاطفي أنه مولاه لا رتابك ولا الترهب ولا التفزع كتضيع ليه الطاقات الفكري اللي عنده هذا كي يجيب بعد الاختصاصين كي يسميه الودراك فخصنا ندربه هذا الطفل وكن ربيه وحد القشرة بحالك البيضة كانت دلاث قشرة للأسف ما كتترباش القشرة بصراعك يخصها عام عام عامية للسنين فنصيحتي لهذا السيدة أولا ما تدخلش الأم في حالة الدفاع لبنتها هذي تضعف لها جهاز المناعة تخلي بنتها وخي يغلطو في هالأستيدة وخي يكون هذك الخطأ الأعمى ما تجيش هيه وتشدها في لبنتها وتقول لهم لا كذا ولا كذا ولا كذا هذي منجيها تخلي بنتها تقول لها بابا مشي مشكلة أنت بنتي كتقرأي لأستيدك حكاك حتى لا شفنا الشي تصرف اللي غيجرح نوريدين ولا بلداء ندخله أما هذي الأخطاء هذينا في رأيه ما تحتاش تضعها في حالة 60 فار وفهذا أما السلوك اللي وصفت واش هو البنت صبحات عندها واحد كيف تنكون بدرجة شدان ضد بلا حساب ما شعرش به أو اللي بالصح هي بطيئة في الكتابة في كلا الحالتين لحيث الولاد دينا رح تيساندونا في المواقف إلا ذا بابنتي ولا ولا يريد يشافوني ما حاملش واحد مؤسسة ولا ما حاملش واحد شخص من اللي غادي نحط نحط قدامه معاهم هما أنا غا نعرف ندير المجمالة الاجتماعية وغادي نبتسمي لي فوجو نسلم عليه هما ما غاديونش المجمالة هما غادي خنزروا فيه ويقدروا قاع يعيروه رأي ما شهو مقل الأذب رأي أنا ما فرقتش من يكون حدهم من ما نعبرش على الغضب ديالي ولا كده هما يصون أنتي هما كيف في الدار كيف معهم بهم كيف في المدراسة باقي ما عندهمش واحد ديستانكسون باقي ما عندهمش واحد ديستانس ما بين الصيفة والهوية والأسلوب باقي ما عندهمش عندهم شي كله فزيوني عش كتسمي العلاقة السهارية كل شي من صهر باقي ما تداروش لبالي باقي ما تحطش ديف بلاسته و ديف بلاسته فنصحتي لها في كلا الحالتين كانت بطئة وغادي تقولين ندخلوها في واحد الهروالة الفكرية تستفزها الأستاذ لأنها واتيرة عش المدارس اللي كتت تعتمد على تلك المرضوضية القاهرة ما تنحبهاش أنا شخصيا أنا تنصح الوالدين بش يوضعوا وردتهم في المدارس اللي في هالمستويات بتلاتة في القسم خصكم تلقاو تلاتة المستويات المستوى الجيد المستوى المتوسط والمستوى الضعيف باش ولدنا وولدكم بحال هذيك السماكة في الفرق راه الفرق تيحمي السماكة الضعيفة اللي عندها واحد جناح مهرس ما يبقى تفرز بوحده ما كيتفرز بوحده فمن كيجي هذيك المفتريس ما تيعرفوش ما تيقشعوش كيبقي قلب في نواد ضعيف ما كيباشلي أما إلا كل واحد تفرز بوحده واحد المدراسة اللي هي كتتمن المرضوضية القاهرة بحكم إشهار بحكم ماركتين لأن تهو مرا هم ديزوزين أغاب بوخطي دو الأغجان راه ماشي مؤسسة خيرية المدراسة الحرة راه مدراسة وراها مقاولة وفيها شركة وتيتطالبوا بالفلوس فخص هو يزيد في التمان ديال ديال اللي فخي سكولير خص هو يقول لك أنا يا عندي مؤسسة كبيرة فنصيحتي أنا الحبابي الله يجزيكم بخير ما تطيحوش في الفخ ديالهم هنرا نتكلمت لكم على مدارس كنا عرفهم عمومية وخاصة من المستوى المتوسط الجيد منهم وحدة اللي حضرت بنفسي وشفت طيفل اللي تعاني من اضطراب نفسي عويس جدا وما عمرش المدرسة ما قدرت تقره وهذا المدرسة الفاضلة هذي حضرت أنا هكا بعيني كنشوف الأستاذة كتغلس بجنبه وقد عطيه الفرض ومن اللي ما تعرف شي كتب الدريق يرتابك كتشد هي استيلو وقد قول لي قول لي يفودني الجواب والجواب اللي قاليها في الودن دي لك تكتبو هي يقولوا خاطئ ولا مش خاطئ مهم هي يصبح يديها غي قلم نذكر هذي المؤسسات وهذي المداريس بأن العديد من الأكاديميات في أوروبا والتي تستاعن بلي طابلات تاكتيل ولو تاكتيله من الصغر خاصية خاصية لإعاقة لإعاقة لتنمي خاصية الدكاء لكل طفل عنده دكاء خاص به لو كانت المؤسسة اللي فيها هذ البنية هذي دكية كانوا يقدن لها تحضر مسجالة ويقولوا لها من لها بنتي تكون الأستاذك تتكلم سجليها وتدير هذوك اللي زوغيات في دينتها وغا توقع تعاود الجملة للأستاذة بشوية وتكتب بشوية وتكتب بشوية ولوقيت اللي ثاني والأخرين جمعي النسخ ديالهم كانت هذيك الأستاذة من هذوك أصحاب اللي عندهم موهيبة في الحرفة ونابل سالة فوكاسيو هتبقى جعل سامعها واحد الوقت حتى هي تكمل الكتابة ديالها كانت المعلمة مزروبة والله حسن الله وعندها شغولها خطت تسافر وخطت تلحق لراجلها اللي كتحبو ويحبها وعندهم علاقة الحب اللي هم قدروا يصنعوه لعند اللي جينا نقلب علاش الناس مسعورين حيطرا في ديورهم رمقيش الحب واللي ما حيش في دار الحب كيفاش بغت يحبون الناس كانت مزروبة المسؤولة هي مولة مدراسة تقول لمها أشريفة غادي نزيدو لك عشرين درهم في السيمانة لأن واحد البنت عندنا ستاجيار تبقى هي حاطية بنتك ونعطيوها وقت والله ما نزيدو عشرين درهم ونسمعوش ولكن ما ننهارسوش لها وما نزرعوش فيها الارتبة فنصيحتي لهذا الأم تحول بنتها ولكن تغير علاقتها هي في تعامل مع الواتيرة الدراسية دي لبنتها لأن هنا بحل تسقل بنتها باش تردها حربية في القرية فهذا القرية يحلي في الأم كنقوله بالدريجة حارة بغيت الأم تخرجها في قرية هي إلى مزالك تخدم مقاولة بحلق ويلادك الطالب الذي ذهبت معي من جيست من بني ملل هذا مسؤولية الطالب لا لحق الطالب يقول لما قرر لما قرر مزيئ أعطوك الاتجاه رهب العديد من طلبة المغربة لا يفرق ما بين تعليم التذائي والتعليم العالي تعليم العالي لا يقرر الأسد بحل تعليم 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 العالي يعطي التجاه يقول لك ها فين يريد المغربة فمال صغير الفرق بين المغربة والمغربة كان يجب أن نسمع هذا يجب المعلومة تجري لك لا أعطوك المعلومة لا لديه المعرفة فما باروك بالكفاءة لك نصيحة جمعة بثلاثة المعلومة والمعرفة قرر وتمارس واحد ستصور واحد عام حتى تضبط هذا الشيء لقاته تشوف قدام بالصح تشوف ما هي الفيسكاليتي ما هي ربريك التي يعطي الإجزان وما هي المغربة التي تقدر تمكن من تمكن ما هي الفيسكاليتي الانونيما ما هي الفيزيك ما هي وما هي كل واحدة عندها هنا في تقدر تجاو الكنتابيريتي كي خسنا نضبط الكنتابيريتي هي القانون والدولة دخل معك في شرك حاضر معك الدولة في غيابها حاضرة وخلص محتاج بروح الساعة وناخدو مكلمة أخرى معنا كمال من جديد وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الحمد لله الله يبرك فيك معك سنة تفضل السي كمال ممكن حتى مشكلة تفضل مرحبا ولدي مرحبا 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 أحبكم الله ورسول ولي الحمد لله على انت بعينك أغفضر من أيام فشكيف إدعاء الخرح مرحبا ولي ورحك الله وفي مرحبا شكرا شكرا ولي شكرا عندي دواء كسيان تفضل تفضل فكس تقونا بلازرشيف ديال ديال ماد راديو راح نحن راح نحن مشمرين عصيد أقول كل حلقة ساعتين للأوديو ولكن عارف إلا بشي ندرنا كومبريسيون الفيشيين في أحد الفورمات سيضيع لنا كاليتي وباش نحطوه بالكاليتي ديال ساعتين للسيرفر اللي اللي نحطوه في هذا كالكم كي يبدو يتقال فدبرا نحن نفكره في تخوة وكال سيرفر وتنوجد هذا العمل راح قريب قريب من شاء الله يوجد نحن الله بحول الله لأعطاكم يا ربي أم لأنه الغام لم يكن نتبعكم ديما في نغمض وفي عشية الثانية على عشرة يكون قليلا أكتلا الآن كان هذا تفضلت سؤالتين نعم فوق الساعة قنابل لي فوق نعم أخينا جلو ربي أخ كان سين في أكتب دبا شوف أقول والله بعض النوبات كنود نكتب مع الجوج صباح ثلاثة صباح أربعة صباح أخ أقول ونحن نحن نحب هذه المادة المعرفية هنا واحد العيب تكتب صفحات ثلاثة واربعة وعاود قطرة تقول لا لا يجب أن يكون بحلقة لا مفرق لا هذا مفرق لشاب كاتب واحد العشرة وخمس مفرقين وقيت الإشكالية لا يريد أن نكسب بدوقي أما نكسب بدوقي رغلا نحن رسلنا نريد أن نسقل ها نريد أن نتقن إذا قدرت شي حاجة باكل لا يعتني خاطر ونريد أن نعطي المغربة وإن يكون سهل وفي المثوق عمر الله الله أحبك الله ورسول أولي صعب الله أحبكم الله وأنا الكتاب الحالي اللي كان نشتغل عليه هو كان وضع أسوس ديال مدرسة تحليلية فكرية عربية ذات سبغة أمازيغية من مشارب إسلامية غننا نوضع واحد المرجعية الغربة والمسلمين بصفة عامة بكل توضع باش من اللي نبغيو نحلو واحد الظاهرة ما نحلوها شغيب طريقة بها كيف كي تعملو بها الإزوروبيا ما نحلوه شغيب طريقة كيف كي تعملو بها ناخدو دوك الوجهة النظر ديالهم ولكن نحن نوضع إحنا كيفاش الإسلام والفكر الإسلامي العربي الأمازيغي كيف صر هالظاهرة من اللي سوف يقرح سوف يقرح المسلم اللي عنده تقافة دياله عربية إسلامية أمازيغية من اللي سوف يطح في واحد الظاهرة سوف يقرح كيف تفسرها هذه المدراسة الغربية كيف تفسرها هذا هو الكتاب اللي غنوضع الليه إن شاء الله تحييتنا لك كامال وشكر لك بزاف على تواصلك معنا شيماء شيماء من مراكش مرحبا لك أشغل نقول لك نقول لك الله اللي غادي يخلصك أمين الله اللي غادي يخلصك وغادي يقول لك حاجة أخرى أنني أنا الله تحبني مدام أنني يعني كان هدرا معك بل إلا تتعامم توقعات رسينا ونصدقك مرحبا اختي مع أخوتك اختي مع أخوتك صغرة دكتور الليلة العامين ونص ونك نعيص وكلهم اللي يمسيون كيش الدولية إلا انتايل ولكن اليوم الحمد لله الحمد لله لكل أجالي الكتاب مرت بدوره يعني صعيبة والحمد لله ربي نجاني منه يعني قاع أي مشكلة تحليك في بالك قدر مرت منه والحمد لله ربي يعني أنا راضي بالحكم بيال صدر ربي والدليل على ذلك أنه حتى جيتك في هادلاك تغيوض والحمد لله ربي استعجب أنا من دم مرحبا الحمد لله أختي الله يجيب نفسها دكتور المشكلة ده بل يعني فتعي تطليك على ذيك البنياء وحق الله إلى دمع عينية لأنني حسيت بنتي هذيك اللي كانت تتتر يعني الله أقسم لك يميني إلى دمع عينية دمع عينية لأنني حسيت بنتي كتتتر كنت الزوجة بوحدة سيد مهم زواج تقليدي ما نقول لك يعني بالغاس بالوالدين وعرفت الظروف ما علينا طلقت منه وقل استعامين ونص وانا يعني ما نقول لك سرتعاف المجتمع دي أمك يعني وخدير ليدرتي ما راتيش يقيل يعني الفتاة المطلقة راتي عرفتهم راتي الحالات اللي سمعتين معا لنا الحمد لله ربيك يحبني جوحت سيد مؤخرا متزوجت به انسان متدين والله عمّر هادار يعني ما نقول لك يعني ربي بغي عودني أنا داك شي اللي خصر يعني لديك الأحلام اللي يخصر ولكن دمع أنا فيم تحتت الحمد لله درت العقاد وتزوجنا ولكن تحتت أهمكم فيجزوا مع بنتي هو سيد مقيم على برة وبغي يديني على برة ولكن الاب بدي لبنتي ما بغاش ما بغاش يسلمني في البنت لانو اصلا واحد الحاجة الدكتور اقسم لك يمينا كوكا ميرحنين غير في بنتو انا ما اتفرقش معه اقسم لك يمينا الاحد الساعة انا دبت نكون قلسة معارسي تنقول واش انا فعلا نصبرت لهذا الشي اللي كنت كندوز فين مدينة انت يا الله؟ انا ما اتفرقش رفعتي هاد طالب ديالك ديال الزواج على القضاء او لمازال؟ مازال ما رفعتش ولكن انا سولت انا عندي ديالك قرية الدرواء عندي دخوة زيامة الدرواء من ضمن الاخر بيغز وجلول انني انا ما كملت في قرية ديالي يعني ما نقول لك وثولت ناس يعني اساس اذا قرروني بحال وجهك وجهك خير وفضل الحمد لله بقت علقتي بيهم زيان ثولت ولكن ميمكنش شريفة نعم حبسي تم انا شخصيا انا انا عندي امثلة عندي حالات مهم لا بغيتين مني غا تخلي تريفون غا نعيتليهم ونقول بتاصلي بك هالالأمهات حبه الله اللي ربحوا هاد الميلف في القضاء المغريبات شي كتلك انا اينا محكمة مهم ثلاثة هالالأمهات خلا لهم القضاء بنتهم ولادهم وخام طلقين وبشاوا الخارج واخدوا امورهم من القانون المغربي عندك تحبرها كين قوضات وقضيات اللي كيدروا التحريات وتمشي ويشوفوا لانه كين المستارة النص اشتي هنا انا كنبيع لهم اشتي في قضاء الأسرة وعرين كينين كايقلبوا وفين راحة الطفل واحد الطفلة واحد الطفلة واحد الواقعة غنعودهالك طفلة عندها تمن سنين كتبات القاضي رسالة كتقول لي سعاد القاضي انا ما مرتحاش بعد ما اطلق الولدية والقانون اعطاني انني نقاه في هذا الموضع انا ما مرتحاش وبغيت نمشي لهذا الموضع بغيتش انا اكسبرين باش نعطي المعلومات باش الناس نتعرفوش تخيل وصلات لرسالة للمحكمة لعند القاضي قراها استدعى الولدية اليوم انتكم كتبت لي رسالة را ما نقيش راحتها في كذا وكذا ودر تحريات مش هال الصوت دي هالمسكينا مقاش شكرا كنسمع الصوت جالك بعيد لسمحته شي ما احقر بأيات تفضل قبل ما تقطع الموكالة مرجع الاشتنظر ويلا لا ما عليهم انو بنتي فعلان بهذه الدزارات تقول تصور بنتي وعيوب دزارت الامر تقول يا ماما انا را ما تفرقش عليك لا لا ممكن شا اللي لا النبي صلى الله سلم سوله واحد الرجول لكن احنا مسلمين قد نرجعون المرجعية دي النبي صلى الله سلم رجول واقف على اطلاق مع زوجته وجاسه والنبي صلى الله سلم قال لي هرا عندي معها ولي يد وراني نوين تلقها واش ناخد الولدية لي ونخليه ليها قال لي نبي صلى الله سلم خليه ليها عاسة يشمر يحتوي ناس حتى نقرت في المادة 175 حتى مع شوية في الحقوق دخلت الاندرنات وقررت المدوانات الأسرة ولكن تيقول لك يعني هما تيتي وفعلا يعني جيت انو ما كينش وما كينش نص قانوني تيجزن بانو تيشوف المصلحة مصلحة طيفل مصلحة طيفل بانك عدو تحريات هانتي غير جعب على فاختي لستونر خلي الترفون عليك سنتطلب من أصدقاء سنتقلوا بك ويوقفوا معك ويساعدوك سنحافظو على البنت يراها القاضي سنتدغيها ويسوولها سيقول لها بنتي فين بابت مشي كاد وقادي يسوي على هاديك السيد غدر تحريات ولكنك اجي تقريه عن القاضي لم يتجيش هكاكاكا عفوي وكي يجي تحقيق يمسوا يسولو الجيران يسولو الناس واشهد السيد نحنين في ولاده وش هات السيد من اللي كانت المناطحة منه ومعاه الوليدة وش كان كي يجيبه من عيومة غيزة فهنا ما وغيتهش ترتابك الحمد لله اجتهاد اجتهاد بالفضل هذا هو المغرب هذه اللي احنا كنا نحما قولي اول هات المدوانة عتقات شح المرأة اللي كانت غادت تستعبد وغادتكون في عيش القهراد عصر الظلمات الفضل ترجع الصاحب شاء الله ينصره اللي وضع هات المبادرة العربية الوحيدة هالولا تانيا المغرب تيعطي واحد المجال للقانون وأهل القانون وصر القانون وصر القضاء ولا ولا لا قلت لك روخات يكون النص الصبحوتي يعتمدوا على الجتهاد وانا قلت لك حالات سيدة بزوجة راجل دونفود بالمال والجاه وكل شي ويامت عائلة متوسطة وبقعت غادة تطالف حقها حتى القانون صفا وبقالي هلولي يديها رغم أن الأخر عنده الإمكانية بشي بشي يدين ما يبغى ومهداش ما يبغى لماذا لأن القانون وحد القضاء اللي وقفوه جوا سيدة احنا كنشوفوه مصلحة طيف المكينة أحنا كنشوفوه معنا أحنا كنشوفوه أحنا كنشوفوه قالت لي غاوبي قلت لي غاوبي قال لما أدش قال لما أدش أنا ماشي شوز لما أنا أخذ بنوه بدي了 تحت من المشاكل سيكون مباشرة مامة على مساونا تخبرتها في التصوير لا تشرف علينا أدرينا أن نعرف كماغمنا عن في ردنا ونقلت إليها عنها أدري من جميعنا من الموقع ونحن نبقى نحن نبقى المشاكل لدينا على علاقتي لأنني أضلت لم يكن معها صدا علا قبل هذا الشيء وهو ولدت بذلت هو كان يشيلال يبدو أن تتعيط به هنا عندي مشكلة مع ذلك ولدت هي من راجلك وهذه المرأة تحت راجل أخر مزوجة راجل أخر وقيدت بنتها بسمي هذا الراجل الذي ولده معه الدراري حسبنا الله نعم غير لكي تخلص المعرض قال لي تخلص على بنتها في الشهر وراجلي يعني إلا تبعاته لا تقيد بنتها هذا المشكلة كلما قيدت بنتها بسمي هذا الراجل غادي تبقى تابعه راجلي غادي تصور منه أكثر من ذلك غادي تخلص من بنتها في الشهر حمتيني الحمد لله راجلي ميسور حمتيني يا دكتور الحمد لله المهم دابا تابعه قد قد قول لي غادي تزوج بي ونقيده الدرير في حال المدني قد تعيط له ليل ونهار اسمك للي فكرني اسميه إكرام نعم نعم لا تقلق مني لا 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 تقلق مني دابا كتكلمي وانتي قابل هاد الكاريتة اللي دير راجلك نعم 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 والله الضامر مش تطفى ستولي الهمجية ويولي العنف ويولي الظلم سيد بالنس بروفسور نجوب على خديجة من طنطان اللي كتقولك كيفاش نتولف حياتها الزوجية وكذلك مع أثرة الزوج وحانان من راشدية اللي نستسأل تقريبا كيفاش تحفظ على حياتها الزوجية وعلاقتها مع عائلة الزوج السيدة اللولة بقية ما كملت لهاش اللي كان دولت على رجلها اللي قد يتحور مع أختها وكذا وكذا واحد الحلقة رأني كنت قلت للنساء عودوا خودوا شوية دي الفلوس من رجالكم وطلبوهم يشتروا لكم شوية دي الدهب وطلبوهم يشتروا لكم الحويج وخودوا من مال ديالهم وتقلوا رأسكم به واحد الشاب كانت تصل بيا في ذاك الحلقة قال لي يا أستاذ ركت صعب عنا القدير غايبوا وتشرطوا علينا الله سبحانه وتعالى وضع واحد السنة يعني دائما فيما كان نوضع شي اقتراح راه الحباب المفكرين والناس المتقافين في المغرب كيعرفو أشنو تنجير ماشي عبتا كان جيكا نوضع واحد الاقتراح في حواري مع المستمعين كان مشيكا نجيب الاقتراح من سنة رسول الله من الفكر القرآني ومن الفكر الرائج عند العلماء بصفة عامة الله سبحانه وتعالى يقول لنا وقدموا بين يدينا جواكم صدق تيقول المسلمين من اللي كانوا كيبشيوا يطلبوا المشهورة من العدنبي صلى الله عليه وسلم تيقول لهم ديروا ما بين يديكم واحد المبلغة الفلوس ولا شي حاجة ديل القمح ولا شي حاجة ديل لي من عنده شي حاجة يحطها بين يده ويبشي لعد النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب النصيحة منه ويوضع هديك الصدقة بين يده سؤال لماذا لماذا واش الفكر الاسلامي يخصوه يتخلص عليه واحد قبل ما غنعطي الجوال غادي نحيلكم على تجربة اللي عاشتها الاخت المسيحية مع الفقراء ومساكين القاهرة سور ايمانويل بعد مأساة مدارس وسط مقالع النفايات الكبرى في القاهرة ووسط هديك المقالع النفايات خذات من المحسنين ودارة مدرسات وضعت واحد القانون من هدوك الفقراء والمساكين انه اللي بغي يقرأ عندها يخلص لها واحد المبلغ رمزي مع العيم انهم مادمتي يكسبوا والو الصحافي مش سوولها كلها واش هالنس ما عندهم ما يكسبوا وانتي في المدارس ديالك تطال بهم بواحد المبلغ رمزي غير شي حاجة يعني رمزية قلت لي هم القينا اللي ما تيخلص مبلغ رمزي ما تيقراش ده ونرجع حلاش الله قال وقدموا بين نجواكم بين نجواكم صادقة انه نفس البشرية كتحب المرضودية وهناك نقول لنساء اللي رجال لهم كي يزنيوا عليهم من اللي رجالها كي مشي يزني واش كي يعطي لها هذيك الخران اللي كي يزني معها الفلوس ولا كيقول لها غيك الحبك واش كي يلقى نشوة معها حي تكي حبها ولا حي تخسر عليها الفلوس لانه نفس البشرية كتبغي لامورتيسما كي نقول لامورتيسما تستخرج اللي الدبل قدر دي التعب اللي تعبت باش وصلت للحاجة لهذا كي يقولنا الله ومن يوقع شحة نفسه فإذا كانت شحيحة في النقيد السلبي ففي النقيد الإيجابي فهي محبة عطوشة باغية باغية للأمر اللي وضعت فيه قدر من أشياء نافيسة لديها فإذا كنا في الباب الحلال قد تكون باغية ولكن ولا يعيدو بالله في المجل الأخرى قد تكون باغية فالبغاء عند العرب اللي هو الفجور رغي تحرك المعنى وتقول المرة من العريفات لهذا القرآن كي نعت العديد من المحصنات بالغافلات ما عارفينش قواعد الإعراب أما قواعد الإعراب اللي بغيتو تعطيوه بنتكم رخيصة علموها تكون دكية وتاخد من الفكرة القرصة ممشيش بلاش اليوم شوية غدا شوية اليوم شوية على ما تتناقنه من اللي تتخاصم من اللي جدا مع الجد في العشية تتخرج السبنية ودير السر تلا وتعملتها وتخشخشهم وتزاكل برد وتخشخش السر تلا وهكا الحاجة والله يسمح خشخش 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 أما أنتم تعطون بعضياتكم وتعطون نفسكم الغزالة الجميلة المحصنة المأدبة القارية وغدافابور تقول لي أمو حيث تعطين المحبة فابور ما عمر الزوجة ما هي الأم الزوجة فرقاوبي الأم أنك تدخل مع الفراش فأمو بوحدها زوجته تحسنه في ماله وكانتحسنه في الفراش ديالها وكانتحسنه في أمورها ولكن دائرة شن هو قل هاتوا برهانكم إن كنتم صديقي شن هو البرهان هو الدليل قاطع على أنك تحب الله قال لبرهان ما قالش هاتوا قولكم قال هاتوا برهانكم وقدموا بين يدونجواكم صدقة النصيحة اللي اتخذت فابور لهذا كنقول أنا للحباب نصيحة تطلب لا تحتق مني كان يطلقني هومك يعرفوني الحباب يطلقني في الشارع كيف يريد أن يطلقني نقول الله رحبك ما تطلقني ما قالش ندوي معك في الشارع هالإيميل أنت وظهرك تحتي في واحد الساعة كانت مغي مقاعدة لنجوك تحتي أخي في ساعة ساتوري بغيتي المكتب تشد النوب وحيب الله شنة اللي حط درهم على شي حاجة كيعرف حقه نحط عشر آلاف كيعرف حقه هلاش الإسلام قنن المهر دينا الوحيدة اللي مقن المهر عوكاك حيث اللي خالقني وخالقكم ها عرف نفيس نطميميها وخوافة مستمعين إلا سمحتوا قادينا نمشي بعجلة الأسماس والأسف كين فزاف دي الأسماس في الغالي يعني كيكونوا ربما الخصو مشاء الله بروفاسور اليوم السابق لأنه مشاكل خاصة بالأطفال كتر من يعني المواضيع الاجتماعية مستمعتي يقول لك بروفاسور الزوجة ديالي محات الدور ديالي من الأسرة يعني الدور ديالي كزوج وكأب وماذا المستحمل ومعرفش يعني وش هذا عادي يعني اس نغمال ما عمر الشمس كيمحيها شي واحد الشخصيات المرأة قوية وما سهلاش المرأة المرأة شي حاجة قوية مزيان خصها تخليك تحس بأنها هي كل شي في حياتك إلا كانت مستقمة وكانت صالحة كنعطيوها هذا المجال ولكن الراجل واحد العود أرقيق وصلب قاسح لو قيته اللي يخصو يفرض نفسه عليها خصو يفرض نفسه عليها وباش غدي يفرض نفسه عليها مش يعنفها ولا يسبها ولا يضور فيها راكم سمعتوني في جينالك تنقول خصو يستهلك طاقتها مش يهلك طاقتها أي راجل شف زوجته مقابلة دار ومقابلة كذا ومقابلة كذا ومقابلة كذا غير مساكين اختاتي واحد النمط من أمه وبهو ومن العائلة بغت تتمكن شنك نصح لك الرجل كنقول لي هي كتهيمن في البيت وكذا 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 وانت سير قاصدها ديريك لعينك عينيها وحط عينيك لعينيها كلها بلاتي خليني نشمر احتكرت وحشتها ودقول لك عندي ما نقضي ودوز يدك على ظهارها وجرها عندك كلها بشوية شريفة غيب شوية وبدأ تتركل وحط لي وحط عودت وحط عودة جره يدك ودوز يدك وكذا لك في الدتي وبدأ بحط العيين قبل علي وحط عودة ورد علي اخبارك ما ذلك ستحس بشيء ودج ومشيء ومشيء ويبدأ ومشيء لا يوجد فيها و ليس تحدث فيها تحدث فيها تحدث فيها و ليس سألتها حتى هي ستعرف من ما ينوض لا يبقى لها تحتاج الموضوع هذا هو رموت كونترول لا يبقى لها لا يبقى لها هذا هو الرجل الذكارت يبقى لها يبدأ لها يبدأ لها معها كيف يدير لها رد اسميم مبلا الرجل يخليها تدير ما بغيت ولكن اللقية اللي يبغي يطفيها يمشي هادش اللي وصفته يديره معها وهو عامر وغتحسيه واحد الحرارجي من عنده لعندها وهي غتدير ديك ساعه بحال واحد تلجحتها في شميشة وغادي يهزفها ويقولها وانت عشتري فرك درفوشه ودريفه وبردي عندنا طرح مالك سلام عليكم كنشكر لكم المستمعات المستمع الأوفية على تواصلكم دائم سواء عبر مكلمتكم الهاتفية ولا الاسمس لرقم خمسين ثمانين لكم تحية كل من كريم نايتسيف في الإخراج وسمحة شو باستقبل مكلمتكم الهاتفية حلقة إعادة البرنامج بكل وضوح كتكون يوم يمتد أمل عشر دليل موضوعنا اليوم بالنسبة لحلقة الإعادة الهجرة القروية نحو المدن الكبرى وكتبنا لكم عشية ممتعة برفقتنا على ميد غاديو لإذاعة القريبة منكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة